التزمت مؤسسات القطاع العام بإدراب هيئة التمسيق لليوم الثاني على التوالي في مختلف المناطق المكاتب فارغة والالتزام بتوقف العمل شبه كامل المواطنون الذين حضروا لدفع الفواتير ولإجراء المعاملات لم يتمكنوا من تخليصها نتيجة الإدراب جاء لأدفع في طورة التليفون بقالوا لي مقدر بهم ما بيقبضون وإلى مبنى الضريبة على القيمة المضافة نفذ موظفو المالية تظاهرة من أمام مستديرة العدلية باتجاه سامي الصلح وصولا إلى وزارة الصناعة في بدارو للمطالبة بسلسلة عادلة هذا الإدراب التزام من قرار هيئة التنسية النائبية مستمر لنهار الأربعة وبالتالي كل مواطن عم يشي ليعمل معاملة عم نعتذر منه نحن بالأيامات العادية كنا نخدم مواطنين وكنا نحطهم بعيوننا ولكن المواطنين يجب أن يتفهمونا أنه نحن لنظل نقدر نخدمهم من مستبل في مطالب أساسية إلا علاقة بالسلسلة نحن كمان مواطنين مثلهم عنا حاجيات المطالب العمالية وصلت إلى مؤسسة كهرباء لبنان حيث اعتصم عدد من المياومين الذين لم يشملهم قانون التثبيت الذي أقر في مجلس النواد مؤخرا معلنين عن عدم قبض رواتبهم منذ شهرين نحن عندنا أولاد معظمنا 470 عائلة معظمنا عندنا أولاد بالمدارس معظمنا عندنا أجارات بيوت تصور ولا حدا مننا من شهرين ونصف أبد ولا فرين الموسيقى الكلاسيكية احتلت أثير إذاعة لبنان الرسمية مكاتب فارغة وغياب للنقل المباشر ومواجز الأخبار والبرامج المعتادة الوكالة الوطنية للإعلام اعتصمت بدورها الأخبار توقفت على الموقع الإلكتروني الذي يعتبر المصدر الأول للأخبار الرسمية قبل أن تعلن في وقت لاحق تعليق الإضراب بعد وعد الرئيس نبيه بري بإدراج قانون تثبيت المتعاقدات في وزارة الإعلام على جدول أعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم الثلثاء المقبل بدي أتواجه من كل وسائل الإعلام ومن الرأي العام بالاعتزار أنه نحن عملنا له نيمكن إرباك بتوقيف الوكالة الوطنية للإعلام لأنه مثل ما الكل بيعرف أنه هي مصدر الأخبار لكل وسائل الإعلام ولكن نحن أجبرنا على هذه الخطوة من بعد ما تفاجأنا أنه على جدول أعمال اللجان المشتركة اقتراح القانون بتثبيت المتعاقدين بوزارة الإعلام لم يدرج على الرغم أنه وعدنا أنه كان بأول جلسة رح يدرج هذا واستمر إقفال المدارس في اليوم الثاني على الإدراب المفتوح للمعلمين في المدارس الرسمية في وقت تتجه هيئة التمسيق النقابية إلى مزيدا من التصعيد ستكون ذروته الأربعاء سلمان العنداري تلفزيون مستقبل ترجمة نانسي قنقر